بدأت وزارة الإسكان في تخصيص 44 وحدة سكانية بمشروع سند الإسكاني ضمن مرحلته الثانية بعد اكتمال نسب الإنجاز في كلا الأعمال الإنشائية والبنية التحتية بالمشروع بنسبة 100% عملية التخصيص شملت الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار بمحافظة العاصمة حسب معايير الأقدمية ويأتي ذلك تنفيذاً للتوجيه الملكي السامي لعاهل البلاد المفدة بشأن التوزيع وتخصيص الوحدات الإسكانية للمواطنين المستحقين لها في المشاريع المنتهية أو التي هي قيد الإنشاء أو المشاريع الموضوعة حسب الخطة المدرجة لتلبية الطلبات الإسكانية في إطار مشروع بناء 40 ألف وحدة سكانية للسنوات القليلة المقبلة ووفق ما حدده برنامج عمل الحكومة ببناء 25 ألف وحدة سكانية يذكر أن مشروع سند الإسكانية تكون من 265 وحدة سكانية حيث تم تسليم 221 لمستحقها ضمن المرحلة الأولى